الكلام دايماً على نادي زد وقطاع الناشئين في نادي زد كسمعة في كرة القضب المصرية قدي الناس دي بتشتغل كويس قدي الناس دي في المستقبل القريب هتطلع علينا أجيال كويسة أو أجيال عظيمة في وقت احنا دايما بنتكلم عن قطاعات الناشئين والناشئ في مصر وازاي يتم تكوين الناشئ في مصر ываем عن كأبد من الزمان قوي ومع حضرتك تحديداً ومع حضرتك تحديداً يحكيلي اللي بيحصل جوه قطاع النشئين في نادي زد لعله وعسى يكون نموذج ممكن الباقي يستفيد منه. أخوة بصكة الكريم. إحنا بالضبط ده الموسم الرابع. أول موسم بتلغى بسبب الكورونا والحاجات دي كلها. درنا في خلال التلات سنين دول اللي إحنا نشتغل على عمل قطاع نشئين قوي. بحيث اللعيبة مدربين. يقرب فيه سيستم ماشيين عليه فيه سياسة ماشيين عليها. فالحمد الله اللي إنت بتقدر في خلال المدة الصغيرة دي اللي إنت حطيت نفسك فيه تصنيف. الناس كلها هو إيه جماعة زد ده وفيه إيه؟ صح. تمام؟ من منافسه مع الأندات كبيرة اللي هي لها وع كبير في خطاعات النشئين من زمان من سنين طويلة. من تنهار ده عشان في خلال المدة الصغيرة دي تخش في المنظومة دي. لا ده مجبوط كبير اتعامل لإمكانيات فكر. أهو عتقول لإمكانيات بس لا إمكانيات بلاس فكر. وعمر ما تبقى فكر بس فكري بسعدها إمكانيات. طبعا. من تنهار ده عندك اللي اتنين متوفرين الحمد لله. أساس المشروع كله قائم عن النشئين. أساس المشروع كله قائم عن النشئين إن هدف زد في المقام الأول تطوير اللاعبين. الاحتراف في الخارج. امداد المنتخبات. الفريد الأول. ده المشروع عشان كده لما احنا وقفنا على أرض صلبة في قطاع ناشئين والفريل الأول ربنا أكرامه السنة دي وطلع الدورة الممتاز فكانت الناس اللي هو فيه ايه قطاع ناشئين بدأ عكس أندية فيه أندية بدأت بالفريل الأول تمام بس القاعدة تحت بش لسه لأنت بدأت تحت القاعدة والفريل الأول كمل المشروع بصعوده الدورة الممتاز لما كان في أحد الإفنتات وكان بيسألوا مستر ناجيب ومستر أونسو وكابتن سيف والناس المسؤولة وكابتن مستر نايسة مع بعظهم عال ان الفاكرة النازين بقى فاكرين هم هجيبوا العيبة بملايين وزي التمام قال لك أنا هجيب العيبة اللي هي تقعدني في الدورة الممتاز ونعمل فرقة كويسة عشان في خلال سنتين ثلاثة أولاد الصغارين اللي بعلمهم وبربيهم يلعبوا للدورة ففيه فكر فيه فكر والسياسة مفيش ظرف بييجي عشان خطر هدفك يتغير يعني فيه مثلا ساعدة إيه لا أنا مصومة على كده وعدين في لحظة فرع لا لا هنعبل بقى كذا لا الفكر داخلين على قطاع الناشئين زبب نطور اللعيب نطور المدرب يعني مثلا السنة ده السنة دي يعني طبعا طبعا 2008 كنت معا في انجلترا لسه لاجع في أسنفيلة 2009 منهم نفس الدورة بتاعت 2007 في شهر واحد فيها بقى برشلونة فيها ريال مدريد وفيها 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 وفيتوريا 2010 مسافرين في شهر اتنين آآ انجلترا 2011 مسافرين دبي تمام أنا عندي مدربين حتى يعني في الوقت اللي بقى كلمك فيه ده دلوقتي عندي اتنين مدربين في آآ معايشة في أسنفيلة اللي بقى له معاشرة ايام ممتاز آآ قبليها برضو كان فيها اتنين مدربين تانين فإنت النهاردة أنا لما سافرت بش في هدف لنا نسافر لندن يعني أنا النادي أصر لنا نسافر عشان اللي هشوفه هناك هو اللي هيكون هنا ممتاز يعني حتى درجة ايه يعني شوفت القضاة الفلانية طب نعملها هنا ازاي نكبرها لا يعني يعني فكرة تاني خالص اللي هو تفاصيل تفاصيل التفاصيل مش فكرة انه والله أنا كان عندي لعيب بيلعب كويس فهنفع يبقى مدرب او نكرمه نخليه مدرب في قطاع النشي ايوة ايوة انت خلصت انزل ايوة انت انزل على طول لا المدرب نتواره اني تطوير المدرب هو اللي هتوار اللعب عشقين دايما يقولك احنا عندنا مواهب بس ما عندناش اللي اشتهر معنبقى بدي كويس فيه يعني فيه حاج فيه برضو مدربين فيهم حاجات بس كل سنة بتقل السلبيات بتقل ووظفتنا اللي احنا بنخلي دول خلاص بقولها دي النادي واعدينا عندنا ميزة كبيرة جدا يا كريم ان احنا اللي بيحط رجله في منظومة زد صعب اول اهو يخرج يعني ايه يعني انت اشتغلت في زد ما تمشيش لما يكون فيه حاجة جامدة اهو اه اللي هو فيه استبلق يعني انت خلاص انت موجود في زد فانت تطمن انت موجود في زد ادام انت بتشتعل كويس وعمل لك كل حاجة عشان خاطر يوم ما هتفرط في حق نفسك وتمشي انت خسران اه اللي هو هتقول لا انا هنا احسن مكان اعمل لك اعمل لك كل حاجة خاصة انه فيه اندية كتير في مصر منها اندية كبيرة ولا اسمال والتاريخة فيه اندية حتى مش من اندية الكبيرة بس في قطاعات الناشئين لها سمعتها فطبيعا انت هيبقى عندك مدربين يقولك ايه تم روحي في النادي احنا النهاردة دخلنا زي ما حالك في الاول حالة قلت لك ايه قلت لك احنا دخلنا في النهاردة تروح في النادي الفلاني ولا زد لا الناس كده هتقولك انا روح زد اه نفس الكلام للعيبة نفس الكلام يجي لك من ادية كبيرة جدا نفسها تبقى موجودة معنا ممندمش عليك يعني في بعض الاصدقاء صديقين يعني شغالين في القطاع الناشئين في احد الاندية الكبرى يعني كبيرة في مصر بس هانيا بكده قال لي ما تعرفش حد بزدي عشان عايزة روحي فانا روحت لا مش بس كده والله كابتران اما انا ما خليمتك الساعدة بس هانت القائن قلت له ايه قلت له انت شغل في النادي الفلاني عايز تروح قال لي لا الدنيا هناك حاجة غير خالص يعني فهو بيفطل هو بيكلم عالتطويل انه هيحس ايوه بص بص يعني انت بتيجي النادي اولا يعني في حاجة الناس بتفتكيرها سهلة هذه حاجة جميلة جدا كل مدرب بعيلتك كاملة زوجته اولاده حتى لو ابنك او بنتك متجوزة المدكال بتاع التأمين الصحي في اقوى مستشفيات مصر هي هي بالنسبة للشركة بقولك ده فرض علينا انت اللي الراجل اللي بيشتغل معانا في الشركة او في النادي ده مننا لازم يبقى تخيل باحدك انت لما بتروح مثلا النهاردة مثلا في ايه لقدر بقى ايه مستشفى ايه ان انا خش ان انا بشتغل في مكان باخد فيه كل الامتيازات تمام مش هو بس انت بتاخد مقابل ميل وروح ملاعب موجودة لبس على اعلى مستوى الاهم التطوير الشخصي انه انا بطورك انت نفسك فانت النهاردة اليوم ما بتقوله عندك ورشة عمل يوم الفلاني الساعة كذا بتليق جاي قبل المعام موجود ممتاز ورشة عمل بيشتغل بشوف احسن حاجات ايه التطورات ايه الماتشاط اللي اتلاعبت ايه الاخطاء ايه ايه بسيطة لكن زي ما حدرت فضلت ايه الحاجات الفنية اللي هو عايز يطوم الناس